السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني يا رب اكونوا بخير النهار دا يكون الفيديو عن مباراة السعودية والارجنتين طبعا الكل تابعها آآ مباراة قوية جدا يعني عاش لمنتخب السعودية منتخب السعودية قدم مباراة قوية جدا ريمونتادة قوية اصادي الارجنتين التالت على العالم آآ يعني كانت المباراة زي ما انتم شفتو ميس جال وضرب الجزاء من كورونا شايف انها يعني آآ ملهاش لازمة من لعب السعودية ان شد لعب الارجنتين آآ ضرب الجزاء فدها عشرة ليونيل ميسي حطاها على يمين آآ الحارس محمد العويس طبعا اللي خد رجل المباراة محمد العويس آآ ده الهدف الاول لمنتخب الارجنتين بعدها لو لاحظتوا في المباراة تسللات غريبة يعني طوال الارجنتين بيقع في التسللات كتير بس ده بزكاء مدرب آآ السعودية هيرفي رينارد آآ خلى المدافعين زي ما انتم شفتو في الماتشة حاطت اللعيبة كلها على خط واحد وقريبين من نص الملعب يعني بيجبر ان بتوع الارجنتين انهم ما يعرفوش يخشوا في الهجوم زنائهم ناحية الجن بتاعهم وطبعا انتم شفتو منتخب السعودية كان ضغط يعني على اللعيبة على المدافعين بتوع الارجنتين طول المباراة آآ فكان مباراة قوية جدا وطبعا السعودية وقعت الارجنتين في تسللات كتير عشر تسللات على الارجنتين وتلات اهداف ملغية بسبب التسللات يعني في الدقيقة واحد وعشرين هدف لميسي اتلغى برضو تسلل انتم شفتو في الصورة كان دراعه معدي بس كده او نص جسمه آآ بعد اغهام 27 Möglichkeit كان لوطارو مارتينيز برضو الهدف اتلغى وفي الدقيقة 35 برضو لوطارو مارتينيز آآ اه برضو الهدف بتاعه تلغى يعني ثلاث اهداف اتلغوا في الشوط الاول وكان هم آآ سبع تسللات في الشوط الاول آآ الارجنتين وقعوا فيهم آآ في المصياد اللي فا انا عملناها في المنتخب السعودي فالشوط الاول كان عدى يعني يعني الحمد لله ان كان واحد صفر هدف كتير يتلغط بسبب التسلل لان ده فكر برضو المدرب السعودية برضو عنده زكاء انه فاهم لعبة الارجنتين بيتحركوا ازاي وكان في اخر الشوط الاول اتصاب اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي في الشوط التاني بقى كان المنتدى القوية لمنتخب السعودية في بداية الشوط التاني في الدقيقة 48 صالح الشهري سجل الهدف الاول لمنتخب السعودية وهدف التعادل للمنتخب السعودي في المباراة فالمباراة دلوقتي واحد واحد فالمباراة كانت يعني خلاص اتعادله يعني قلنا خلاص الحمد لله السعودية تتعادل وكفاية كده خلاص نقطة يعني ناخد نقطة بس من قصاد الارجنتين حلو اول لا منتخب السعودية كمان جابوا الجون التاني في الدقيقة 53 عن طريق سالم الدوسر بهدف عالمي يعني زي ما انتم شايفين كده في الصورة في الفيديو اللي هعرضه لكم دلوقتي يعني هدف صدمت هدف عالمي هدف عالمي سالم الدوسر ده خسارة خسارة انه ما يحترفش خسارة والله يعني فيه لعابة محترفين خسارة انهم يحترفوا وده سالم الدوسر ده اللي يحترف ده اللي يستحق انه يحترف لعب بالامكانيات دي بالرجل المزبوط على الجون ما شاء الله ربنا يوفقه وان شاء الله يكمل على المستوى ده واللعابة في السعودية كلهم اقدموا مستوى قوي جدا عند الرجولة في الملعب الروح القوية للمنتخب السعودي الدفاع يعني المستميت طبعا انتم شفتوا كان القرات كان بتتلاعب قصاد الجون كان طبعا اه اللعابة زحلاءة واللعابة يعني نشاط اللعابة يعني مش اللي هم ريحوا في المطش لا اللعابة الاخر يعني اخر ثانية في المباراة اللعابة واقفة على رجلها ما شاء الله ومستحملين بس كان طبعا اللعب السعودية اللي اتصاب اه برضو كان في تدخل مع مع الحارس محمد اللويس تدخل قوي فاتصاب فالف سلام عليه ويرجع ان شاء الله كده بس هي اصابة ممكن تبع طويلة شوي لانها تدخل كان صعب تدخل اه برجبة رجبة الحارس دخلت في يعني في وش اه اللعب السعودية وكانت تزديدات كلها في المباراة كانت يعني خمستاشر كورة لمنتخب الارجنتين وثلاث كورات للسعودية يعني شايفين دقة اللعب وكمان هم كورتين اللي اتشاط على الجون بتاع السعودية اللي جابوهم جونين دول بس اللي شاطوم على الجون التالتة دي هي اللي اتطلعت بر والارجنتين والارجنتين شاط خمستاشر كورة ستة على الجون بس انتم شفتوا فيه كور العويس طلع كور اقصاد الجون على خط المرمى وطبعا يعني 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 العويس هو اقصاد اهداف اهداف محقاقة يعني من الفاريز ومن ميسي يعني كان ضغط قوى على منتخب السعودية لكن السعودية استحملت لاخر المباراة وطبعا كان الوقت الضيع بيبقى كتير زي ما انتو عارفين النظام الجديد في الوقت البدل ضيع فالوقت كان كتير في الشوط الاول خمس دقيق والشوط التاني كان تمن دقيق لكن الاصابة اللي كانت اللاعب السعودية الاصابة الخطيرة بتاعته اه الوقت كان زاد عن تمن دقيق اللاعب والحد الدقيقة تلاتاشر وشوية كمان فالسعودية استحملوا استحملوا وقت صعب جدا الارجنتين كانت ضغطة بقوة علشان تقدر تحرز الهدف التعادل لكن السعودية لحد اخر ثانية قدروا ان هم يدفعوا عن التلات نقط طبعا من تلات نقط من بق الاسد بمعنى الكلمة فبالتوفيق لمنتخب السعودية في ماتش بولندا وفي ماتش المكسيك وان شاء الله ياخدوا التسعة نقط من التلات مباراة دول يعني اول تلات نقطة هم اتخذوه من الارجنتين اللي هي اللي كان اه يعني كله قلقان منها فان شاء الله بولندا كمان السعودية تقدر انها تاخد تلات نقط من بولندا ومن المكسيك كمان لان لو لو كملوا على المستوى ده السعودية تقدر انها تتأهل من دول المجموعات لو لعبوا على المستوى ده لان مستوى مستوى قوي جدا مستوى قوي جدا يعني يعني انتو شفتو كان قطر انا افتكرت يعني مثلا هيكون المنتخبات العربية لعباء واحد لكن انتخب السعودي اه لا مستوى غير مستوى غير مستوى عالمي وكمان اللاعب انتو ملاحظين انها مش محترفة يعني احنا لما نتكلم عن مثلا الارجنتين منتخب كله نجوم السعودية نجوم لكن نجوم الدور السعودي فا يعني حاجة كويسة جدا والمدرب طبعا مدرب السعودية هيرفي رينارد اه يعني عامل شغل كويس جدا دفاع وهجوم يعني زابط الفريق ماشاء الله ومخلي اللاعب عنده روح في الملعب مموتين نفسهم في الملعب اه علشان يقدروا يكسبوا وغلبوا يعني تالت على العالم الارجنتين التالت على العالم فدي حاجة مش سهلة انك تغلي بالارجنتين فده كان فيديو النهاردة ويعني مبروك للسعودية ويعني الواحد فرحان فرحة يعني ما تتوصفش السعودية يعني انا هشجع السعودية طول الكاس العالم وكمان بعد كاس العالم من الماتش اللي انا شفته اقوى ماتش في كاس العالم ومش هيتقرر انا اعتقد ان الكاس العالم مفيش مباراة هتبقى بالقوة دي قوة الماتش ده مش هتبقى موجودة في اي ماتش تاني يعني انجلترا لما غلبت ايران ستة اتنين ده ما كانش فيه قوة بالنسبة لماتش الارجنتين ماتش قطر كان قطر مستوى سيئ جدا لكن السعودية هي اللي فيها الامل ان شاء الله وان شاء الله تونس كمان اه يعني ترفع راسنا كمان والمغرب فالسعودية الف مبروك الف مبروك يعني من جوه قلبي فبالتوفيق ان شاء الله كده ودايما رفعان راسنا فده كان فيديو النهاردة عن فوز السعودية على الارجنتين بنتيجة اتنين واحد للمنتدق قوية ويرب الفيديو يكون اعجابكم ما تنسوش باللايك والشير وسبسكرايب لقناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان نوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته